إلى سقطرة حيث أعلنت قيادات في ميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في الجزيرة سحب الثقة من رئيسها رأفة الثقلي وقالت مصادر محلية في الجزيرة إن هذا الإعلان جاء عقب حدوث خلافات بين قيادات الميليشيا في الجزيرة ويعد الثقلي أحد أبرز قيادات ميليشيا الانتقالي في الجزيرة والتي انقلبت على السلطة المحلية في يونيو الماضي اشتركوا في القناة